حول هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا من أربيل ماجد القيسي المحلل السياسي مرحبا بك أستاذ ماجد أستاذ ماجد السؤال المعتاد في خضم هذا التخبط أو كما يوصف بالتخبط السياسي الذي تواجهه الحكومة والذي نشاهد في المشهد السياسي الحالي برأيك إلى أين سننضي في حال انتهت مدة الثلاثين يوم المقررة للسيد محمد توفيق علاوي ولم ينجح في تشكيل الحكومة إلى أين سننضي؟ مساء الخير بالتأكيد إذا انتهت المدة ولم يستطيع السيد محمد توفيق علاوي من تشكيل كابينة الوزارية وأعطاء البرنامج الحكومي أولا سوف لم يتم ترشيحه مرة أخرى وبالتالي سندخل في دوامة جديدة وتجاوز للدستور وسيكون هناك أيضا تصعيد في الشارع وانقسام في الكتل السياسية اليوم يعني محمد توفيق علاوي عنده ما أختير يعني قسم من هناك لديه مقبولية لقسم من القوى السياسية التيار الصدري الكتل الكردستانية وبعض الكتل الأخرى ولكن في نفس الوقت ذات الوقت هناك أيضا من يعرض تكليف السيد محمد علاوي كتل دولة القانون وأياد علاوي وبعض الكتل الأخرى داخل الوسط الشيعي برأيك لماذا هناك تعرض؟ هذا الشارع الشارع وأنا ذكر من المعلوم أن الكتل الكردستانية وبعض القوى هناك تعرض على اعتبار أنه نعم لماذا هذا التعارض برأيك؟ أولا هذا التعارض أنه هذا الفراغ اليوم الذي يعيش العراق ما بين حكومة مستقيلة وما بين حكومة مكلفة أو رئيس وزراء مكلف يعني القوى السياسية لا زالت تبحث عن مكاسبها وتبحث عن مصالحها ولا تريد أن تفرط بها وبالتالي هي تريد الشخصية التي تقوم بالحفاظ على هذه المصالح وهذه المكتسبات إذن هناك لا زالت الكثير من القوى السياسية مصرة على أنها لا تقدم التنازلات الكبيرة من أجل أن يكون هناك تشكيل ويحكومة مؤقتة رغم أهميتها الكبيرة ولكن لحد الآن لا توجد تلك التنازلات التي تسهل طريق أو خطوات السيد محمد علاوي برغم ذلك السيد محمد توفيق علاوي عذرا عن المقاطعة برغم ذلك السيد محمد توفيق علاوي وضع شرطي النزاهة والكفاءة لتشكيل الحكومة المقبلة برأيك هل شرطاء النزاهة والكفاءة سيجد تطبيقا على أرض الواقع أنه مجرد حديث استهلاكي كما يصفه الوعظ ورؤية من قبل السيد علاوي لتهديئة الشارع على الأقل لا لا هذا تعاهد هذا تعاهد أعطاء السيد محمد علاوي خلال إيمان تكليفة واستلام تكليفة من فقامة رئيس الجمهورية أعطى هذا التعاهد بأنه يجب أن تكون الكابينة الوزارية أو الوزراء هم منذ من التعوم بالنزاهة وبالكفاءة وبرأيك سيأخذ هذا التعاهد طريقه على أرض الواقع الأحزاب لا يوجد برأيك هذا التعاهد بالتأكيد لأنه أعطى تعاهدات وهذه التعاهدات يجب أن ينفذها قبيل يعني أعطائه الثقة هو قام بهذا من خلال كلمة ألقاها إلى الشعب العراقي ولكن أيضا علينا أن ننظر إلى ساحات الاحتجاج يعني هناك من يرفر ترشيح السيد علاوي وهناك من يؤيد وهناك من وقف يعني ما بين هذه الجهة وتلك الجهة وقال لنعطيه فرصة اليوم الموضوع يجب أن يكون هناك تنازلات من القوى السياسية من أجل يأخذ السيد علاوي طريقة في تشكيل الحكومة وأن يراعي في تشكيل الحكومة وزراء كفاء يتمتعون بالنزاهة غير مجربين سابقا ويجب عليه إعطاء برنامج حكومي ذات أسبقيات مهمة وهم هذه الأسبقيات هي عادة هيبة الدولة والسيطرة على العنف وعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع العراقي نعم وسط ذلك هناك حديث يتصاعد عن دعوة مبكرة إلى انتخابات مبكرة برأيك هذه الانتخابات المبكرة هل هي صحيح كما يصف البعض بأنها الورقة الأخيرة التي بقيت للقوى السياسية لتستخدمها أيضا لتهديئة الشارع ولتلبية بعض المطالب إذا ما كان ذلك صحيحا هل سينفع هذا المشهد السياسي ويخلصهم من حالة الجمود السياسي أعني قضية الانتخابات المبكرة أولا هي حكومة الحكومة التي كلف بها هي حكومة مؤقتة إن صح التعبير وهذه الحكومة هي واحدة من أهدافها هو التنظيم لانتخابات قادمة وثم النقطة الثانية المرجعية أكدت في أكثر من مرة بطريقة أو بأخرى حول القيام بانتخابات مبكرة وكذلك بعض الكتل السياسية تدعو إلى انتخابات مبكرة ولكن أيضا في الجانب الآخر وأنا أذكر أنه أيضا كتل سياسية تحاول أن تماطل من أجل أن لا تكون هناك انتخابات مبكرة والخشية من فقدان مراكز أو نفوذ قوتها في العملية السياسية على اعتبار أن الشارع اليوم منتفض وهناك احتجاجات وهذه الاحتجاجات ضد هذه القوى السياسية وبالتالي تدرك أن أي انتخابات مبكرة سوف تفقد الكثير لا نقول بشكل كامل ولكن سوف تفقد الكثير من المكاسب أو المكتسبات التي حققتها طيلة السنين الماضية إذن لا زال هناك جدل في هذا الموضوع من يؤيد ومن يرفض حتى الشارع اليوم أيضا لا أقول منقسم ولكن هناك شريحة واسعة وعارض ترشيح السيد علاوي وهناك شريحة أخرى وصلت الفكرة ترغف إعطاه فرصة وجانب آخر يريد أن يرشح السيد علاوي اتضحت الصورة كنت معنا المحلل السياسي من أربيل ماجد القيسي شكرا جزيلا لك